أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخصيص مبلغ 400 مليون دولار مساعدات أمريكية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كما أكد أوباما عزم الولايات المتحدة على مواصلة المفاوضات غير المباشرة وخلق المناخ الملام لتحقيق نجاح يؤدي لإنجاز الحل المبني على قيام الدولتين حسب تعبيره هذا تقرير لمراسلنا لقمان أحمد من واشنطن برغم تطلعات الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإنجاز تقدم في لقاء البيت الأبيض في اتجاه مسيرة السلام إلا أن اللقاء بقي حبيس معضلة غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها بالنسبة لرفع الحظر المفروض على غزة فالأمر يتعلق بتلبية الضرورات الأمنية لإسرائيل بصورة تلبي في الوقت ذاته احتياجات الناس في غزة بالنسبة لنا فإن الأمر يبدأ بضرورة التركيز على شحنات الأسلحة بدلا من التركيز على وقف كل شيء بصورة عامة نحن نتحدث مع شركائنا الأوروبيين ومع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أيضا وقد نستطيع تحويل المأساة التي وقعت إلى فرصة لخلق وضع يحسن حياة الناس في غزة ذلك ما سمته الإدارة الأمريكية والاستراتيجية الجديدة للتعامل مع الوضع في غزة الذي بدى للوساطة الأمريكية أحد العقبات التي تمنع خلق المناخ الذي يوصل إلى السلام في وقت تظهر السلطة الفلسطينية في رامالة مرونة تجاه التفاوض تخشى واشنطن تبددها بالنسبة للانتقال من المفاوضات البروكسيميتي توركس إلى الداري التوركس نحن لا نقول إن لدينا شهود وإنما حصل أننا اتفقنا على أنه عندما يحصل تقدم في البروكسيميتي توركس أن نذهب إلى الداري التوركس والآن نحن نسعى والرئيس يسعى كل جهده من أجل أن يحصل هذا التقدم الذي يقودنا إلى المفاوضات البروكسيميتي واعتبر الرئيس الأمريكي الوضع في الشرق الأوسط غير قابل للاستمرار ودعا إلى تسريع الخطة للتوصل إلى سلام شامل مع كافة الأطراف المعنية يحرص البيت الأبيض بكل الوسائل على خلق بيئة تمنع ظهور حوادثة عرقل استمرار التفاوض المباشر وهنا يبرز عنصران كما علمنا من البيت الأبيض الأول هو معالجة معضلة حماس والثاني هو إقناع إسرائيل بتبني موقف مرن تجاه مسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى بزة لكمان أحمد ببسي واشنطن